أكد وزير التنمية المحلية لواء عدل لبيب أن قرار تنفيذ ترسيم الحدود بين المحافظات والذي سيضيف ثلاث محافظات جديدة تم إيقافه حتى إجراء الانتخابة البرلمانية المقبلة أوضح لبيب أن قرار وقف تنفيذ ترسيم الحدود جاء بناء على توصية اللجنة القانونية التي وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى لا يغطي ثغرات للطعن على العمليات الانتخابية أضاف لبيب أن عددا من محافظات الواجه البحري سيظل محتفظا بحدوده القديمة فيما سينفذ الترسيم الجديد على محافظات القاهرة والجيزة والسويس استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم أحلب مع وزيرات التطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر استعرض التصور المقترح لتطوير منطقة مثلث مسبيرو وخلال عرضها لتصور تطوير المنطقة أكدت الوزير أنه لا إخلاء قصري لأي ساكن بالمنطقة وأن عملية التطوير ستتم بالتوافق مع الهالي كما وضحت أن التخطيط راع المباني الثابتة وذات القيمة بالمنطقة وتم التوصل إلى حل يشمل تجميل هذه المباني وتطويرها الوزير أكدت أيضا أن المنطقة سيتغير وجهها بالكامل بعد التطوير وأنها ستشمل مناطق سكنية وخدمية واستثمارية ترجمة نانسي قنقر